لنفرض أن لدينا أنبوب مرة أخرى، هذا هو المدخل، مدخل الأنبوب، ولدينا سائل لا يدخل إلى هذا الأنبوب، هذا سائل داخل بسرعة مقدرها V1 وضغط مقدره P1 ومساحة المدخل ستكون A1، إذن مساحة المدخل للأنبوب هي A1، ومن الممكن أن يرتفع للأعلى، والنهاية الأخرى للأنبوب هي أصغر، ستكون أصغر، المائع أو السائل يخرج من الأنبوب بسرعة مقدرها V2، وضغط المبذول عند الخروج، إذا كان هناك غشاء في الخارج، ما هو مقدر الضغط؟ هل سوف يضغط عليها؟ وهو يندفع للخارج للجهة الأخرى من الماء، إذن سيكون الضغط B2، ومساحة والمساحة الأصغر، لا داعي لأن تكون أصغر، سنسميها A2، لنقول أن هذا المدخل على ارتفاع بمعدل، يرتفع بمعدل H1، والمام موجود في هذا المدخل على ارتفاع مقداره H1، وهنا H2، لا داعي للقلق، ما هو الفرق بين الأعلى والأسفل من الأنبوب؟ سنفرض أن هذه الـ H أكبر بكثير من حجم الأنبوب، إذن هذا هو H2، مع هذه الوضعية، سيكون خلال هذا الأنبوب، لنعود إلى ما الذي يظهر هنا، وهو قانون حفظ الطاقة، والذي يوجد في أي نظام مغلق كمية الطاقة الموضوعة، داخل شيء معين تساوي مقدار الطاقة التي تحصل عليها في الخارج، إذن الطاقة الداخلة تساوي الطاقة الخارجة، الطاقة الداخلة تساوي الطاقة الخارجة، Energy in تساوي Energy out، ما هي الطاقة الموضوعة في النظام، والتي يبدأ النظام بها عند هذه النهاية، إنه الشغل المبذول بالإضافة إلى الطاقة الكامنة، عند نقطة معينة في هذا النظام، زائد الطاقة الحركية، كايناتيك انيرجي، زائد الطاقة الحركية، ونعلم من خلال حفظ قانون حفظ الطاقة، أن هذا يجب أن يساوي الشغل الخارج، الشغل الخارج، زائد الطاقة الكامنة، زائد الطاقة الحركية الخارجة، وعيدة مرات تابقة، قلنا أن مدخلات الطاقة الكامنة، بالإضافة لمدخلات الطاقة الحركية تساوي الطاقة الكاملة ناتجة بالإضافة للطاقة الحركية ونستطيع القول أن الطاقة الأولية في النظام يمكن أيضا أن تتم عن طريق إذا فقط أضفنا الشغل إلى المعادلة ناتجة الطاقة الداخلة تساوي الطاقة الناتجة من خلال هذه المعلومات نرى أن هذا الأنبوب المرسوم هنا مثير ما هو الشغل الأولي في هذا النظام؟ الشغل هو حاصل ضرب القوة في المسافة لنركز فقط على هذا إذن هو القوة الداخلة ضرب المسافة في الداخل وخلال زمن مقدره تي ما الذي حدث هنا؟ تعلمنا في الفيديو السابق أنه خلال فترات من الزمن تير حرك السائل بهذا القادر وما هي المسافة المقطوعة؟ المسافة هي حاصل ضرب سرعة الدخول في الزمن بغض النظر عن طول هذه المدة الزمنية إذن هذه هي المسافة والآن ما هي القوة؟ القوة هي عبارة عن حاصل ضرب الضغط في المساحة ونستطيع معرفتها عن طريق تقسيم القوة على المساحة ثم ضربها في المساحة وبذلك نحصل على القوة الداخلة مقسومة على مساحة المدخل ضرب مساحة المدخل إنها مقسومة ومضروبة بنفس العدد وهو الضغط وذلك تساوي مسافة المدخل مسافة المدخل على الزمن وهذه السرعة في الزمن لذا فإن الشغل عند المدخل يساوي الضغط عند المدخل ضرب المساحة الضغط ضرب المساحة مساحة المدخل ضرب السرعة الداخلة ضرب الزمن المستغرق وماذا تمثل المساحة في السرعة في الزمن ضرب هذه المسافة؟ حسنا هذا هو حجم السائل المتضفق خلال مقدار زمن معين وهذا يساوي حجم السائل خلال الزمن خلال زمن معين لذا نستطيع تسمية حجم المدخل لا أزال أبدل I بين حجم واحد وحجم اثنان هذا هو حجم واحد ونحن نعلم أن الكثافة تساوي الكثافة تساوي الكتلة على الحجم Volume أو الحجم ضرب المسافة هي الكتلة ونعلم أن ونعلم أن الحجم يساوي الكتلة مقسومة على الكثافة والشغل الموضوع في النظام أعرف أن أكون بالعديد من الأشياء مع بعضها البعض لكن ستكون منطقية بالنهاية الشغل يساوي ضغط المدخل ضرب حجم السائل الذي يتحرك خلال زمن معين حجم السائل هذا يساوي الكتلة للسائل خلال زمن معين ونسمي ذلك كتلة المدخل ومقسومة على الكثافة مقسومة على الكثافة أمل أن يكون هذا منطقياً وكما نعلم حجم المدخل يجب أن يساوي حجم المخراج وكذلك كتلة المدخل لأن الكثافة لا تتغير وتساوي الكتلة للمخراج لذا لا داعي لكتابة كتلة المدخل والمخراج الكتلة ستكون ثابتة عند أي قيمة معطى من الزمن الكتلة المدخلة للنظام تساوي الكتلة الخارجة من النظام هكذا إذن لدينا هذا المصطلح المثير للاهتمام وهو الشغل المبذول عند المدخل ما هي الطاقة الكامنة للنظام على الجانب الأيسر الطاقة الكامنة للنظام عند المدخل ستساوي نفس الكتلة للسائل التي نتحدث عنها ضرب نفس الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب ارتفاع المدخل الارتفاع الأولي وهو H1 ضرب ما هي الطاقة الحركية الأولية للسائل؟ حسناً هذا سيساوي الكتلة الكتلة للسائل وهذا هي الكتلة هنا لنفس الإسطوانة تساوي الكتلة ضرب الحجم للسائل تربيع وتذكر هذا من الطاقة الحركية حسناً الآن ما هي الطاقة الكاملة خلال مرور زمن معين؟ كم هي الطاقة المستنفذة في النظام؟ حسناً ستكون أشغل المبذول وهو الضغط المبذول عند المدخل لم يبقى هناك فراغ للكتابة لذا دعوني أمسح كل هذا على الأرجح لقد نفذ الوقت أيضاً على الأقل سأمسح هنا وهنا أريد أن أمسح كل هذا كل هذا نعم هكذا سأستطيع الكتابة بعد ذلك لست سريعة بما فيه الكفاية لأمحو هذه الأشياء حسناً حسناً سنعود لما كنا نقوم به حسناً طاقة الكاملة الداخلة للنظام هي الشغل المبذول المبذول في النظام وسعيد كتابته بهذا الشكل وهذا الضغط للمدخل سنسميه بواحد ضرب الكتلة مقسومة على كثافة السائل مقسومة على كثافة السائل أيًا كان هذا الشغل بالإضافة ما هي الطاقة الكامنة الآن؟ كتبته هنا هذا فقط M G M M الكتلة و G تسارع الجاذبية الأرضية و H هي الارتفاع عن سطح الأرض إذن بما أن لدينا الحجم ونفترض أن H1 لأن الارتفاع تغير عادة وهذا هو الطاقة الكامنة للمدخل بالإضافة لطاقة Mv1 تربيع الحركية مقسومة على 2 مقسومة على 2 وهذه الطاقة الحركية للمدخل ونعلم أن هذا يجب أن يساوي الطاقة يجب أن يساوي الطاقة الناتجة من النظام سأمسح هنا نحتاج لمساحة أكبر للكتابة سأمسح هذا الجزء ليتسع للمعادلات المراد كتابتها لا دعي لإبقاء هذا سأمسحه أيضاً وهذا سيساوي نفس الشيء على الجانب الخارج الجانب الخارجي وسيساوي للشغل الناتج وسيكون الضغط الناتج ضرب الكتلة مقسومة على الكثافة بالإضافة إلى الطاقة الكامنة الناتجة MGH2 بالإضافة إلى الطاقة الحركية الصادرة التي تساوي Mv2 تربيع تقسيم 2 الوقت يداهمنا الآن سنتابع في الفيديو القاتم أراكم قريباً شكراً شكراً